فكرة الأهل لما يبقوا كرب أو الزوج لما يبقوا كرب بمعنى كل مرحلة حياتية وليها طريق التعامل على الفكرة يعني ما ينفعش أبقه أنا أب لابني وهو عنده 5 سنين ويبقه نفس الأب هو عنده 10 ونفس الأب عنده 15 وعنده 20 وعنده 30 يعني لازم يبقى دور الأب أو دور أمه متغير يعني ما ينفعش أتصور أن الأعلاقة الإنسانية التي تربطني كأب أو كأم بابني هي نفس الأعلاقة التي تربطني كمان 30 سنين الضوء متغير وحتى المثل حتى بتاعنا اللي هو بتاع انكبر ابن الخوية او انكبر بنت الخوية ده مهم جدا ففكرة ان في بعض الاهالي ما بيسبوش الفرصة لولادهم ان هم يعيشوا يعني بمعنى بيبقوا متداخلين زيادة عن نزوم في كل التفاصيل ده كارب على فكرة التداخل الزائد في حياة ولادنا من غير ما نديهم مساحة من الحرية عشان يعيشوا بصورة جيدة كارب طبعا لما يكون في زوج برضو زوج انا متأكد ان مدام ميربت الزوج فيه ناس متصورة ان الحب ان انا اسيطر على الاخر متصورة ان الحب ان انا تدخل في كل تفاصيلك متصورة ان الحب ان انا احميك من كل الناس ان انا اخذ لك كل القرارات ما ده حب مرضي برضو يعني اصد دي هي الفكرة الفكرة ان التوازن في العلاقات الانسانية مهم جدا ومش عايزة لهمها لكن الناس انا بحب جدا مقولة بتاعة مارتين لوتر كينج مارتين لوتر كينج ده كان رجل امريكاني اسود اللون هو اللي عملت ثورة بتاعة السود في امريكا وعشان ياخد حقهم كان عنده مقولة شغيرة جدا يقولك محدش يقدر يوقف على ظهرك غير ما توطيله محدش يقدر يوقف على ظهرك غير ما توطي اما هيوقعك على ارض يكسلك يعني كان قصدي انا اللي بوطي للناس عشان يوقفوا على ظهري انا اللي بسمح للناس بالتداخل في حياتي انا اللي بسمح اه لاخويا لزوجي لابوي امي انه هو يتدخل زيادة عن زوجه طبعا احترام زوج واحترام الناس كلها يعني موجود وبشدة لكن بحدود يعني كل شيء بحدود كل شيء بقدر اي شيء بلا حدود فوضى